توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون التقص خلال الفترة من الاثنين وحتى الجمعة المقبل بين صحو إلى غائم أو غائم جزئيا مع فرص لتشكل الضباب وقال إن الفرصة ستكون سانحة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية فيما سيكون التقص غائما جزئيا إلى غائما على بعض المناطق الساحلية والشمارية فيما سيكون البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان وعن توقعاته للثلاثاء توقع المركز أن يكون التقص صحو إلى غائم جزئيا نرطبا مع احتمال تشكل ضباب خفيف صباحا وكذلك الحال يوم الأربعة أما توقعات يوم الخميس والجمعة فمن المتوقع أن تنشط أريح الشمالية الغربية مثيرة للغبار مع انخفاض في درجات الحرارة خاصة غربا ترجمة نانسي قنقر